باتت قضية استهداف الناشطين والصحفيين من أخطر الملفات التي تهدد المواطن العراقي وتشيع مناخ الخوف في المجتمع نتيجة تصاعد عمليات الاغتيال والخطف التي تقوم بها الميليشيات دون رادع من سلطات أو قانون تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تشير إلى تسجيل 81 محاولة اغتيال ضد نشطاء وصحفيين منذ بدء تظاهرات ثورة التشرين وأن ما يقرب من ثلث عمليات القتل هذه وقعت بعد تولي مصطفى الكاظم السلطة قبل عام وحذر عضو المفوضية فاضل الغراوي من الانحدار في منزلق خطير للبلد عبر موجة جديدة لتصفية الناشطين والإعلاميين وصناع الرأي أمام عجز الأجهزة واللجان الحكومية المشكلة لكشف الجنات ووقف نزيف الدم وهو ما يمثل انتكاسة أمنية خطيرة وتحدي فاضح للمؤسسة الأمنية وتقول منظمة هيوم الرايس ووتش أن عدم محاسبة التنظيمات المسلحة على أعمال القتل تلك سيلقي بظلاله على الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل وأكدت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة بلقيس والي أن عمليات القتل استمرت على مدار العام ونصف العام الماضي مشيرة أنه على الرغم من خطورة ونطاق حملة الاغتيالات المستمرة إلا أن حكومة الكاظمي فشلت في ضمان أي محاسبة أو عدالة لدرجة أن المسلحين لا يخشون الاقتراب من شخص ما وإطلاق النار عليه من دون الخوف من أي عواقب وتحذر هيوم الرايس ووتش من مستقبل مظلم ينتظر العراق على اعتبار أن العديد من الميليشيات التي تقف وراء عمليات القتل الأخيرة لديها أحزاب سياسية بعضها موجود بالفعل في البرلمان وقد ترسخ هذه الميليشيات نفسها بين النخبة الحاكمة في الانتخابات المقبلة ما سيجعل المستقبل أكثر قتامة في بلد يتعظم فيه نفوذ ميليشيات تحظى بدعم إيران وتسيطر على المشهد السياسي والأمني